مرحباً أمامي أعلمين هذا نقطة مجموعة في القناة في الثالث نقطة 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 عبرنا في العرب كما تعودنا أنه كل مرة يكون لدينا مقال أو اثنين ونقرأهم مع بعض ونترجم الكلمات الصعبة إن شاء الله نهاردة معنا مقالين صغيرين شوية الأول هو 100 مقالين في مقالة بيلاروس وعلى قرارة الأول هذا هو التائتل من التاكست الأول يجب أن نقرأ التاكست الأول وبعدين نبدأ أن نترجم الكلمات الصعبة الموجودة فيه أكثر من 200 مقالين وعلى قرارة المقالين قرأت مجرد في مجرد كما تترجم الكلمات بلاروسية يتبعون إلى تترجم الكلمة للمقالين لكسندا 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 وعلى قرارة المقالين ده بالنسبة للتكست الأول لو جينا نشوف مع بعض الكلمات الصعبة الموجودة فيه طبعا هندرز معناها مئات هي معناها يعتقل أو يحتجز معناها مستمر احتجاجات بيلاروسيا ضد معناها مدة طويلة الرئيس ده كان حكم لفترة طويلة جدا وعشان كده ابتدى يبقى فيه بيلاروس في احتجاجات مستمرة في بيلاروسيا هنا معناها اعتقلة أو احتجزة أو تم القبض عليهم منظمة حقوقية طبعا قالت الكلام ده يوم الأحد بيلاروسيانز كونتينيود اللي هما البيلاروسيين كونتينيود تو استمروا في الاحتجاجات طبعا ضد البرزينت اللي هو أليكسندر لوكاشينكو ده اسم المكان اللي هما فيه ده اسم المكان اللي هما فيه منظمة مراقبة حقوقية اللي هي بسنة 96 جي بعد كده يقول 2 and 500 people had been taken into custody have been taken معناها تم أخذهم إلى custody معناها الحجز بالرغم من اكتيفستس افورتس اللي هي جهود النشطاء to decentralize decentralize معناها الغاء المركزية center طبعا معناها مركز decentralize معناها الغاء المركزية protest طبعا اللي هي احتجاجات in hope معناها بأمل أو على أمل of evading police معناها التهرب من الشرطة ده كده بالنسبة لأول تيكست عندنا تيكست التاني اللي هو Japanese ships join US carrier on route to Korean benzilla two Japanese destroyers have joined an American aircraft carrier headed toward the Korean benzilla the Japanese warships the cemetery and ashigara left western japan friday to join the carl vinson the vessels of the two countries began joint exercises sunday in the western pacific the USS carl vinson carrier strike group which includes a guided missile cruiser and a guided missile destroyer was diverted from a strap to Australia by US president Donald Trump as tensions rise as in the current pancilla over North Korea's holistic missile and nuclear tests it was not immediately clear how long the Japanese destroyers would sail alongside the US carrier group the US Navy says the joint exercises are routine designed to improve combined maritime response and events capabilities as well as joint maneuvering professional maneuvering proficiency this is related to the text the other we will start to see with some the difficult words in this text of course Japanese ships which is the Japanese which is the Japanese joint meaning to join with it or to share with it US carrier this carrier means which is the American U.S. carrier which is the American U.S. carrier means on route means on route means on route means on route means to Korean means that is the Korean two Japanese destroyers means destroyers meaning destroyers means هي حمله الطائرات الامريكيه هيدد توورد هيدد معناها متجهه توورد نحوه يبقى هيدد معناها متجهه توورد نحوه اللي هي شبل جزيرة الكوريه معناها سفن حربية معناها غادرت او طرقت معناها برضو يلحق بيه فزلس هنا معناها اللي هي السفن دولتين بيجان جويند اكسرسايز لتدريبات المشتركة ساندي ان دي وسترن باسيفيك اللي هي غرب المحيط الهادي هو هنا معناها يضرب مجموعة اللي هي حاملة السفن دي بنسميها معناها تشمل على او تتضمن معناها قزيفة موجهة طبعا تعرفين المسل معناها ساروخ او قزيفة ساروخ موجه او قزيفة موجهة كروزر برضو دي معناها سفينة حربية معناها مدمرة السفينة دي كانت موجهة لطريقها او في رحلتها لأستراليا لأستراليا ولكن معناها تم تغيير اتجاهها او تحولها عن طريق الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن طريق الرئيس الامريكي دونالد ترامب بيقول هنا تنشنز معناها توطرات معناها تزداد معناها قزيفة باليستية معناها قزيفة باليستية معناها اختبارات او تجارب نووية طبعا معناها مباشرة او على الفور معناها واضح اللي هي المدة المدمرات اليابانية سيل معناها يبحر معناها مع اللي هي مجموعة حاملة الطائرات الامريكية اللي هي البحرية الامريكية قالت اللي هي البحرية الامريكين ديجين تايم معناها تصميمها لتحسين تايم مري تايم مري تايم البحرية الامريكية ريسبونس استجابة معناها الدفاع القدرات بالإضافة إلى معناها مناورة عسكرية معناها الكفاءة يقصد بها بالإضافة إلى كفاءة المناورات العسكرية المشتركة جوينت منورينج اللي هي كفاءة المناورات العسكرية المشتركة بكده بالنسبة لنا المطلوب مننا أننا زي ما تفعلنا تركزنا كله على الفعل اللي موجود في الجملة ونركز على زمن الفعل إذا كان هو ونبتدي به جملة بتاعتنا وبعد كده نشوف 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر